أكد قبل قليل البيان الصادر عن الاجتماع الوزري المشترك بين وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجية والولايات المتحدة أكد التزام الجانبين المشترك بالشراكة الاستراتيجية بين الجانبين كما عرب البيان عن دعم إقامة دولة فلسطينية مستقلة مشددا على ضرورة عودة جميع المدنيين والتوصل إلى وقف فوري ومستدام لإطلاق النار في غزة وفي شان الإيراني أكد البيان الالتزام بالعمل لمعالجة أنشطة إيران في المنطقة كما شدد البيان على ضرورة أن يسمح الحوثيون بوصول المساعدات الإنسانية بشكل آمن وسريع للمتضررين في داخل اليمن